موسيقى حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وكله يقولك كلامي ده وقع وفيني الحقيقة ولا حد عارف كأنه لوحده اللي فاهم وشايف نحتاج نفكر ونبحث كتير الموضوع ده فعلا حقيقي وخطير ولا حد مهما ما كانته يقول نمشي في طريقه ونلغي العقول حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وفيني الحقيقة ولا حد عارف حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وكله يقولك كلامي ده وقع حكاوي وفتاوي بتملى المواقع مينا أنت كنت كلمتينها أن نظريات المصادر بتقول أن النصوص اللي في كتاب المقادس الكتبت في أوقات مثلا زي السبي طيب أكيد أنت ممكن يبقى عندك رد على السؤال لو حد قالك طب عندك ما يثبت أنه هي كتبت في وقت قديم زي وقت مثلا موسى القرن الخمستاشر قبل الميلاد مثلا أو الاربعتاشر قبل الميلاد فعلا في أدلة نقدر نسميها أدلة داخلية جوه النص بتقول لنا أن النص ده قديم يشهد عن نفسه كده النص بيقول أنه فعلا النص ده بحسب ثقافة الناس وقتها مش نص حديث أدلة كمان بتقول لو النص ده كان بقى حديث ليه ما غيرش مثلا الكلام ده فهقول الرد في نقطتين زي كده يعني مثلا نلاقي في صفر الخروج لما بيتكلم عن موسى لما كانت لسه طفل وأمه حطيته في صفت وحطيته في النهر ووسط الحلفاء وحاجات زي كده ليه قصة كل الكلمات دي لها كلمة مثلا صفت والنهر والحلفاء حتى اسم موسى نفسه دي أسامي مصرية دي أسامي مصرية أسامي لازم يكون حد عايش في مصر عشان يكون عارفها ما ينفعش حد بعد سنين طويلة جدا جدا وعايش في بلد تانية أو في ثقافة تانية خالص يكون قادر إنه يعرف الأسامي القديمة دي بالطريقة دي ويكتبها بالطريقة دي بالنها قديمة الفاظية فده يقول لي إن فيه ألفاظ قديمة مصرية حتى اسم موسى نفسه اللي معناها منتشر من الماء دي هو لما يعني اتغير العبري الموشي دي معناها مخلص لكن هو أسامي موس أو اللي هو بالمصر يبقى نفسه منتشر من الماء يعني هو يتاخد من الماء فده أنا اللي يقول لي إن الأسامي دي نفسها كانت لها معاني أو طريقة الكتابة نفسها دي لها حاجات لها في عصرها من مصر نفسها مثلا من عادات الحسيين في الوقت ده لما يجوا يتفنوا ميت الليما كانوا بيشتروا حق لكله مش يعملوا مثلا زي الوقت كده مغارة ولا حاجة صغيرة كده وفي أي جبل ولا مدفن كده وخلاص لأ ده بيشتروا حق لكبير ويشتروا حتى الشجر اللي فيه ويشتروا كل حاجة ويدفنوا فيه الميت بتاعهم لما كانوا حد عظيم يعني أو كده بيعمل كده ونلاقي نفس الكلام ده إبراهيم عمله مع امراضه حق للمكفيرة أوه مش ممكن يكون الأجزاء دي مجرد تأثر بس بالراوي بالثقافة المحيطة بيه هو بيكتب القصة تخيل تخيل ده لو بيحصل مثلا وان الوقت هو واحد مصري وجاي أتكلم عن حاجة لها علاقة بروسيا مثلا بالثقافة روسية حاجة حصلت مثلا من ألف سنة في ثقافة ناس عايشين ما بفيش ولا تكنولوجيا ما بفيش أي حاجة زي كده أو أنا فعليا ما عيشتش في المكان ده ولا شفت أي حاجة ما شفتش المكان ده خالص ما عيشتش في سينة ما شفتش الحاجات دي أنا أتكلم عن موسى يعني مع الناس دول ما عيشتش في المكان ده أو أنا ما عيشتش في روسيا خالص أكيد 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 مش هعرف التفاصيل الصغيرة اللي هي بتكتب بتلقائية يعني مش بتكتب مثلا مهم إنها تتقال وإنت ممكن ققارئ عادي تقول هي تقالت ليه لكن ليها معنى مش دخيلة على النص يعني هي بزبط أنت تحس كده ليه كتبوا كده مثلا يعني هنلاقي إن فاكرين القافلة اللي خدت يوسف لما إخواته بعوه قافلة اللي هي الإسماعيلين لهم طبعا من الناس الإسماعيل وخدوا كده وقت قال عليهم إنهم أخدوا وكانت القافلة دي رايحة لمصر والقافلة دي كانت محملة بكثيرا وبلسان ولزانا حاجة كده ثلاث حاجات دول بس ما رأى مثلا عن أدوات التحنيط والحاجات التحنيط اللي في مصر نعرف المواد دي كانت مدوم للحاجات اللي مستخدمة في التحنيط بس هي دي حاجة يعني أحنا ما نعرفش خالص فما نعرف النص أنا مالي بقى بأنه كانت محملة للحاجات دي بس دليل جوا النص يقول لي إيه إن دي كانت رايحة لأن دي كانت حاجات كانت مطلوبة جدا في مصر في الوقت ده وكانت فعلا بتتجاب من المناطق دي من المناطق الكنعان واللي حواليها وحواليه نهر الأردن وكده فده اللي يقول لي إن النص ده نفس أو الحاجات دي فيها أدلة جواها بتقول إن فيه روابط مع الثقافة المحيطة مثلا من ضمن الروابط دي كمان عن رحيل فكان رحيل لما هربت يعقوب خد زوجاته وأبنائه كده وهرب ورحيل خدت أصنام أبيها فأنا نحس خدت أصنام أبيها ليه يعني ممكن نحس كده أوقات آه ممكن تكون الفكرة دي هيكت متأثرة فعلا بفكرة واحدة ثمية أو كده بس فعليا لما مثلا نشوف اكتشافات بعديها فيه اكتشاف في العراق في حتة اسمها نوزي بيتكلم برضه عن اكتشافات قديمة حصلت في الوقت ده يعني في الوقت التوقيت بتاع رحيل وكده بيتكلم عن إن كان كل عيلة طبعا لابين كان عايش في المنطقة دي تقريبا فالثقافة اللي عندهم من كل عيلة بيكون عندها مجموعة من الأصنام مش عشان بيعبدوها بس وكده لكن كان على الأساس إن هما بتقول إن هو ده الوريس الشرعي اللي خد نفس الصنام ده من أبوه ويورسه الأحفاد وكده عشان ياخدوا الميراس فده يقول لي إن نفس رحيل خارط الأصنام دي أو خارط التماثيل دي عشان تعمل إيه عشان تقول أنا الوريس تترطني من بيتنا كده ودحكت علينا أبويا يعني دحك علينا وكده لا ده أنا إحنا وإحنا الورصة فعلا نقدر نطالب بالميراس فدي حاجات بتقول إن الثقافة اللي هما كانوا عايشين فيها كان لازم اللي كاتب يكون قريب قوي منها وعايشها تقريبا عارف التقاليد اللي كانوا عايشينها في الوقت ده فدي حاجات بتقولي أو غيرها يعني بتقول إن النص ده قديم النص ده متناغم أو منسجم مع ثقافة عصره مش مجرد واحد من بعيد أو يكتبها المناطق الجغرافية بتاع السيناء اللي موسى كتبها لا لازم يقولي إن حد كان عايش في مصر مش إزاي ولف من سيناء وبرية فران فين وبرية شور فين ومش عارف إيه وجاب السيناء وكلام ده كله لأن إحنا الأدلة دي نفسها وقتها بقى وقت السابي يمكن تكون الجغرافية دي تغيرت فاهمين قصد إيه؟ ده ركما سألوادي مصر كان فيه زي نهر كده صغير عند العريش كان موجود وقتها هو دي حدود مصر فده يمكن يكون وقت بقى السابي أو الحتة دي يكون اتشال تقريبا أو مش موجود قوي أو الحتة الأسامي ممكن تكون تغيرت فهما بيذكروا الأسامي بالوقت بتاعها ده اللي انت عايز تقوله آه بالضبط حتة الأسامي بالوقت بتاعها دي نقطة جميلة ما وفيه أماكن برضو ساعة بتتقال وتقول وحقيل لك مثلا اللي هي لوز مثلا إلى هذا اليوم أو اللي هي كذا هنتكلم عن النقطة دي اللي هي إنه فيه إضافات فعلا ممكن تكون تضافت بعد كده مش موس هو اللي كاتب 100% منه بس بالقليل قوي 95% من النص هنتكلم عن النقطة دي فعلا دي نقطة مهمة جدا لكن مثلا لو النص ده كتب بعدين طب ليه لو كتب وقت عزرة مثلا أو بس عزرة عمل كده ليه ما غيرش اسم سليم غيرها الأورشاليم اللي هي وكان وقت ملكي صادق ليه ما غيرهاش دي ليه ما غيرش اسم جبل المرية اللي إبراهيم قدم عليه ابنه إسحاق معين ده كان وقتها الجبل اللي تعمل عليه الهيكل يعني حاجة كان مفروض تبقى دي الأهم أو ده بالنسبة للشعب ده هو ده الأهم ليه ما غيرش الاسم ده لأن ده النص ده قديم هو خده ما غيرش فيه أي حاجة هو يمكن أضاف بعد كده حاجات جمل صغيرة عشان الناس تفهم الناس اللي في عصره أضاف هو كاتب وحي طبعا هو مش يعني أي حد كده جيم الشارع أضاف ليه أو حذف منه لكن الحاجات دي نفسها أو النقط اللي بعد كده الإضافات الزيادة لا تتعدى جمل صغيرة ما تعداش 10% أو 5% 10% كمان حد ما تعداش الـ 5% من الأصفار كلها يعني هو حطها لمجرد التوضيح آه بالزبط لا توضيح سواء كان عزرة بعد كده أو يمكن يكون يشوع زي قصة موت موسى ونتكلم عنها يمكن شوية أكتر أو حتى ممكن يكون يشوع أو سمويل أو ناس كتاب للوحي هم برضو الأضاف والحاجات دي كلها فده نقول إن فيه تعديل مش أقول تعديل يعني بمعنى تغيير لكن إضافات بسيطة بتزود معاني أو بتزود كلمات للوحي لغاية لما اكتمل الوحي قبل المسيح بـ 400 سنة فإنت عايز تقول إن إحنا ما عندناش مشكلة إنه يكون النص حصل عليه إضافات بس تحت سلطان الوحي في حين إن المصادر ما بتقولش كده نظريت المصادر أي بالضبط ما بتقولش كده بالعكس ده هم أسانا الناس دي كان عندهم شوية يمكن تقاليد بسيطة كده الشفوية بس هم بقى لقلفوا باعتبار أيدولوجي كانت عندهم في الوقت ده في الوقت اللي هو قبل أو الحاجة يا أنتو من 150 قبل الميلاد يعني فرق ست قرون ما بينها وما بين موسى كان فيه جمل مشهورة جدا في وقت السبي من الأنبياء ما تقلتش خلص بقى وقت موسى يعني مثلا كلمة رب الجنود تلاقي أنبياء أشعية وميخة وغير وناس كتير قوي يتكلموا وقلوا عن الله بيوصفونه هو رب الجنود طب ما كان ياشوع كان عايش وقتها ما كتبش لفظ رب الجنود ده بالمعنى ده اللي هو يهو صبقود دي ما تكتبتش خالص ده يقولي إن فيه حتى كتابات قديمة كتابات حديثة في الكلات موسى ولا ياشوع بالضبط موسى نفسه حتى في أصفار موسى ده قديم لأنه مفوش الألفاظ اللي بتاريت تظهر متأخرة أنا حتى سياق الأدبي بيقولي هنا فيه ألفاظ قديمة والألفاظ الحديثة مش موجودة فيه ده فرق كبير في النص في الزمن بتاعه ما بين موسى وما بين وقت السابق أو المملكة حتى المنقسم وكده فيه فرق كبير في الألفاظ وكده ماشي يا مينا تمام انت قلتلي شوية قدلة بتقول إن النص قديم قدم العمر بتاع موسى أو العصر بتاع موسى هل بقى عندك أدلة تانية بتقول إن موسى هو الكاتب سواء بقى في النص أو برى النص أو برى أصفار موسى الخمسة يعني الحقيقة أي حد هقول قارئ عادي بسيط هيرى الكتاب المقدس من أول وكده لآخره ويدور يعني على الحقيقة دي هيلاقيها بكل وضوح المشكلة أكبر تبقى عند الناس دي إنها مش عايزة تقبل إن ده فعلاً كلام صحيح إن ده الكتاب ده حقيقي اللي فيه ده حق فلما الكتاب بيشهد مثلا يعني حتى في إن الشيطان فعلاً قال الكلام ده فهم الفكرة الكتاب ده بيقول إن الله مثلاً قال كذا 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 قال لموسى اكتب تعالوا مثلاً نطلع مع بعض شوية شواهد نمشي كراً في الكتاب المقدس شوية ونقرأ مع بعض عدة شواهد بيقولوا إن موسى اللي هو الكتب أو الله قالوا اكتب يا موسى تعالوا كل حد مثلاً يطلع شاهد يوسف مثلاً طلع علينا خروج 17-14 فقال الرب لموسى اكتب هذا تذكاراً في الكتاب وضعه في مسامع يشوع فإني سوف أمحو ذكر عماليك من تحت السماء تمام هنا الله بيقول بيقول لموسى اكتب هذا في الكتاب اكتب عندك في الكتاب اللي انت بتكتبه الحاجات دي الحقيقة دي فده حاجة الله بيقولها لموسى تعالوا نقرأ مثلاً رئينا كده ليجي من خروج 24-4 فكتب موسى جميع أقوال الرب وبكر في الصباح وبنى مذبحاً في أسفل الجبل واثنى عشر عموداً لأزباط إسرائيل الاثنى عشر طب هنا بيقول إن كتب موسى يعني هو موسى كتب هو نفس الحكاية تعالوا نفتح معي يا يوسف مثلاً خروج 34-27 وقال الرب لموسى اكتب لنفسك هذه الكلمات لأنني بحسب هذه الكلمات قطعت عهداً معك ومع إسرائيل بالضبط ربنا بيقول لموسى اكتب لنفسك هذه الكلمات الكلمات اللي أنا بقولها لك دي بالضبط فده معناه إن موسى كتب الحاجات بالضبط اللي ربنا قاله كتبها طلعيننا كده بساً برضو يا ليديا صفر عدد إصاح 33 آية 2 وكتب موسى مخارجهم برحلاتهم حسب قوله الرب وهذه رحلاتهم بمخارجهم بعدين بيتكلم بالضبط هيدي بيتكلم على أن الرحلة نفسها في البرية موسى كتبها بالتفصيل وهو كان معاهم في البرية موسى كتبها وده دليل من جوة نصبر أن موسى كتب حتى دي طلعنا كده يوسف مثلاً صفر يشوع 8 آية 30 حينئذ بنى يشوع مسبحاً للرب إله إسرائيل في جبل عبال كما أمر موسى عبد الرب بني إسرائيل كما هو مكتوب في سفر طورات موسى مسبح حجارة صحيحة لم يرفع أحد عليها حديد بالضبط حلو بيقولي هنا أن وقت يشوع كان عنده سفر طورات موسى وكان مكتوب وعلى أساس الشريعة يشوع بنى المسبح حسب وصايا المكتوبة في الطورة أو مكتوبة في الشريعة وكلمة الطورة مش مقصوب بيها بس الوصايا العشر اللي كانت موجودة لكن مقصوب بيها أن الكتابات اللي كتبها موسى قبل ما يموت كلها ويشوع عمل كده بناء عليها يعني بناء على الوصايا اللي كانت عنده طب نمشي كمان شوية في التاريخ ونوصل للملوك سفر ملوك الأول صح 2 آية 3 رينا كده ليديا احفظ شعائر الرب إلهك افتسير في طرقه وتحفظ فرائده وصياه وأحكامه وشهاداته كما هو مكتوب في شريعة موسى لكي تفلح في كل ما تفعل وحيثما توجهت بالظبط ده داود قبل ما بيموت قبل ما هو بيموت خالص بيوصي ابنه سليمان عشان هو الملك الجديد يعني بيقول له اعمل ايه اعمل كويس قوي بحسب شريعة موسى عشان تفلح وتنجح وده يقول أن من وقت داود كان موجود عندهم شريعة للملوك اللي كانت موجودة حتى في سفر التسنية في سفر التسنية 17 بيقول كده أن وصايا للملك أنه هو يعمل ايه وما يعملش ايه وبيوصي بيها داود بيوصي بيها سليمان ابنه اعمل بحسب الشريعة دي عشان تفلح وتنجح وتزدهر يعني في المملكة ده بيقولين داود كان وقته عنده سفر التسنية في شريعة موسى اه مش سفر التسنية كتب عاديها بقى بعد الانقسام المملكة فدي أديلة بتقول أن لأ كان في الوقت دا موجود الشريعة تعالى مثلا نقرأ تاني بعدها بشوية في ملوك التاني 14 آية 6 ولكنه لم يقتل أبناء القاتلين حسب ما هو مكتوب في سفر شريعة موسى حيث أمر الرب قائلا لا يقتل الآباء من أجل البنين والبنون لا يقتلون من أجل الآباء إنما كل إنسان يقتل بخطيئتي دراءة دا مصير الملك بيتكلم معاه أنه عمل بحسب شريعة موسى وبيرسكور تاني بيرجع لسفر الخروج وبيرجع تاني للكتابات موسى فده يقولي أن حتى بعد انقسام المملكة كان موجود شريعة موسى وغيرها بقى طبعا هنلاقي بقى في سفر عزرة بس دا يمكن بقى خلاص رجعنا لعزرة ونحمية هنلاقي الكلام دا مثلا في سفر نحمية نفسه لما عزرة اتكلم للشعب وكان بيردهم ويوعازهم يركر كمان حتى من الصبح لغاية النهار يعني وقت طويل قوي كان بيحكيهم عشان كده حتى بعض النقاط يقولك ده هو كان عنده شوية قصصات قليلة ده قاعد أربع ساعات ولا حاجة يقرى لهم الشريعة طبعا أنه هو قرى لهم الجزء جزء كبير جدا منها ولما يحكي نحمية يقول أنه هو قرى لهم كما هو مكتوب في شريعة موسى طب ليه عزرة لما بيقول الكلام دا كله ما قالش أننا اللي كاتب بيرجع الكلام اللي هو قرى دا المين لموسى دي حاجات زكرة تعالوا دخل مثلا العاد الجديد دي يمكن هتبقى فيها حاجات أقوى شوية ودي بقى اللي بحس أنه هما لما الناس دي لما بندخل في الحتة دي يعني بيقولوا الكلام فيه شرور شوية أنا ده الفوجة نظري تعالوا ندخلها مع بعض نقرى مثلا متى 19-8 الرب ياسوع بقى نفسه بيتكلم بيبصر إزاي الرب ياسوع لكتابات موسى نرلنا كده ليديا متى 19-8 قال لهم إن موسى من أجلك وصوت قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نسائكم ولكن من البدء لم يكن هكذا بالضبط هنا بيحكي لنا عن الرب ياسوع بيتكلم عن الجواز والطلاق وبيحكي إن موسى إزاي أذن لكم هكذا بيكلم إزاي إن وقت موسى الله إدالهم الشريعة بالطريقة دي عشان أقساوت قلوبهم لكن من البدء لم يكن هكذا وبيتكلم عن من البدء اللي هو آدم وحاولة خلاص لم يكن هكذا رجل واحد لامرأة واحدة وخلاص فهنا بيتكلم الرب ياسوع بيستشهد بالقصص دي إنها قصص حقيقية إنها شريعة من الله وموسى هو اللي قال وهو اللي كتب بالكلام دي طبعا من الله يعني في إنجلي يحنى مثلا صحة خمسة بيقول كده فقية خمسة واربعين من خمسة واربعين لسبعة واربعين الرب ياسوع برضو بيتكلم رأنا كده يوسف يحنى خمسة لا تظنوا أني أشكوكم إلى الآب يوجد الذي يشكوكم وهو موسى الذي عليه رجائكم لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب عني فإن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون كلامي بالضبط الرب ياسوع نفسه بيشهد أن كتبات موسى دي كتب موسى كتب ذاك كتب موسى يعني هو اللي كتبها وطبعا هو بيتكلم هنا عن الجزء اللي موسى كتب أن رب نبي يقوله أن هيأتي نبي بعدك هو ده على مثالك يعني هو ده اللي هيخلص شعبي أو هكده وطبعا ده التعليق على عليه بطرس في أعمال الرسل وقال إنه هو ده النبي ده بقى هو الرب ياسوع هو اللي جاي لكم من الآيب طبعا هو مش بيكلم بس كنبي لكن على مثال المخلص يعني الرب ياسوع فهنا بيقول الرب ياسوع بيتكلم أي على الموضوع ده موسى كتب عني إن موسى كان بيتكلم بنبوات إيه المانع أبدا إن موسى يكون كتب نبوات حتى بتحصل عن السبي أو عن مجاعة أو عن عنات العهد اللي في سفرة السنية بركته اللي عنات لو تركه الرب وهكذا يعني فده بيقول لي إيه المشكلة موسى كتب نبواته إيه المشكلة تنبأ وكتب نبوة عن مجيء المسيح نفسه حتى تعالوا نركح كمان مع بعض ننزل يوحنا سبعة تسعة عشر بعدها بشوية أليس موسى قد أعطاكم النموس وليس أحد منكم يعمل النموس لماذا تطلبونه أن تقتلوني ده يقول الرب ياسوع بيقول إن النموس أو الشريعة اللي عندهم حتى وقت المسيح دي إيه موسى اللي كتبها ورب ياسوع كتير قوي كان يتكلم عن تأسيمة الكتاب المقدس العاد القديم إن هي موسى والأنبياء والمزامير أو موسى والأنبياء والكتب فبيتكلم إن هي نفس التأسيمة اللي كانت موجودة عندهم اللي هي نفس الأصفار اللي عندنا دلوقتي بالزبط كلها وبيرجع الأصفار دي الموسى فإحنا لازم نتكلم إيه الشر اللي أنا بقوله بقى أوقات اللي هم يقولوا كده يقولك لا 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 أصل هم الرب ياسوع كان عنده نفس ثقافة عصره بس هو كان محدود بثقافة عصره خليسة أسألك السؤال لا طبعا ده الرب ياسوع الرب ياسوع كان بيواجه الناس أوقات لما يكون عندهم معلومات غلط أو حتى بيكونوا بيستخدموا كتاب المقدس غلط هو نفسه لما يجي يتكلم على النموس أو يتكلم على الشريعة لازم يكون كلامه ده مصدق عليه ده ابن الله ده الكلمة ده حكمة الله ما ينفعش يغلط ما ينفعش يكون عنده ثقافة منقوصة ما ينفعش يعني حتى التجسد والإخلاء مش معناه أبدا أنه يعمل حاجة غلط أو حاجة منقوصة حاجة فيها مشكلة حتى في آخر حاجة ممكن إقراها قديس بولس لما بيتكلم في رمية عشر آية خمسة بيقول كده أن موسى كتب عن البر اللي في النموس بيتكلم على أصفار موسى بيكلم إزاي إصنع هذه الفتاحية موسى كتب سفر التسنية اللي فيها بيختبس منها بولس وبيقول أن ده كتابات موسى عشكرا بيقول أن حتى كنيسة الأولى الناس اللي قدوا من الأباء يعني حتى وفصاروا وكتبوا كانوا دايما عادي جدا عندهم ما فيش أي مشكلة خالص إن موسى هو اللي كتب دي حاجة طبعية جدا لكن هي كل الفكرة إزاي الناس دي عندها مشكلة إنها تقبل إن ده وحي من الله وتحترمه وما تكونش تحته فعلا بتخضع له لكن نقض أعلى من فوق دي فعلا المشكلة الكبيرة اللي في النظرية دي كلها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة